في سياق آخر وافق مجلس الوزراء على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى للأبور الخاصة بالموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وأيضا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلوات للموظفين بالإضافة إلى إقرار مخصصات مالية للتعينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالية الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فضلا عن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام